موسيقى حققات القوات الأمنية العراقية انتصارات كبيرة ضد تنظيم داعش مؤخرا حيث تمكنت القوات من تكبيد التنظيم خسائر اقتصادية فادحة جراء سيطرة القوات العراقية على أغلب المناطق التي كان يسيطر عليها داعش وفقدت تنظيم كثيرا من موارده الاقتصادية ومن أهمها مصفى بيجي الذي كان يستخدمه لتمويل عملياته القتالية ولتجنيد الشباب في صفوف التنظيم تم توجيه ضربات قاسمة إلى داعش وبالتأكيد ستترك أثر كبير على إمكانياته الاقتصادية وموارده التي أحد أسباب قوته أحد أسباب قوته وقدرته على تجديد الناس وتطوعهم وعملهم هو الموارد المالية التي كان يتمتع بها فالحد من نفوذه وضربته والآن أصبح محاصر من كل الجهات بالتأكيد ستأثر تأثير كبير على إمكانياته وموارده اللاحقة وبالتأكيد الجانب العسكري راح يأثر والجانب السياسي راح يأثر بس يعني يحتاج قضية وقف الينابع الينابيع اللي يتنهل على داعش من خلال المصارف الأجنبية من خلال البنوك من خلال المساعدات اللي توصلهم أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي مهدي بينا أنه تم توجيه ضربات قاسمة إلى داعش مما أثر بشكل كبير على إمكانيات وموارد داعش الاقتصادية في ذات الصدد أكد الخبير الاقتصادية الدكتور جاسم الصفار أن تنظيم داعش تكبد خسائر كبيرة نتيجة ازدياد القوى التي تحارب التنظيم بعد احتلال داعش لمناطق واسعة من العراق حوالي أكثر من فلف مساحة العراق يستطيع يسيطر على منشات صناعية وخدمية كبيرة إضافة إلى المصارف اللي موجودة بهذه المناطق إضافة إلى الأتوات اللي أخبها من المواطنيين إضافة إلى تصديره لكميات كبيرة من النفط عبر الحدود التركية هذه سويت لقاعدة مادية كبيرة جدا ومالية قدر يستثمرها باتجاه إضافة إلى الأسلحة اللي أخبها من بقايا الجيش العراق اللي منسحب قدر يستثمرها باتجاه بناء دولة كبيرة جدا خسائر داعش كبيرة خاصة بعد ما زادت قائمة القوى اللي هي معادة لداعش واللي يتمارس فعل ضد داعش الانحياز اللي صار الانحياز الغربي ضد داعش صار أكبر حتى من القوى اللي كانت إلى حد ما في البداية تتساهل ويبعض ممارسات داعش في المنطقة العربية هناك أيضا دول عربية كانت تتساهل مع تصرفات داعش بس حتى هذه الدول اللي لزمة حياة معين الآن عدها موقف محدد من داعش يذكر أن معركة الموصل كانت قد بدأت في السابع عشر من تشرين الأول عام 2016 وشاركت فيها القوات الأمنية العراقية مع الحجد الشعبي وقوات البشمركة بدعم من القوات الدولية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم داعش